طبعاً عندي سؤال وأنا شايف النموذج البيت على الشاشة وفيه تسلسل يعني اللي ممكن توضح لنياته دكتور إيميل وطبعاً ممكن كمان حضرتك دكتورة أليس تفضل دكتور إيميل يعني منلاحظ مثلاً إحنا يعني كل العائلات مهتمة أهم حاجة أولادي أهم أنا جاي بلاد المهجر عشان أولادي أنا بموت نفسي في شغل عشان أولادي بس مش بناخد بالنا أن في أسباب تنجح تربية الأولاد زي التفاهم الأسري ولو بيت مفوش تفاهم مش هينجح تربية الأولاد مهما موتنا نفسنا وجبنا لهم أغلى الأشياء وحوشنا لهم أغلى أكتر المبالغ وجبنا لهم زي في مصر لازم أجب له شقة أجب له مش عارف إمكانيات إيش بيها بس من غير تفاهم إحنا مش بننجح والأولاد يتأثروا حتى بالجو العام يعني مثلا لو لقى بابا وماما منقسمين يحسون دولا فريقين فلما الولد يحب يشتري حاجة وعارف ماما مش هتوافق يروح لبابا أو عارف بابا مش هتوافق يروح لماما هو هذا الزكاء الأطفال وممكن بابا يقول طب يخد حبيبي اشتري بس ما تقولش الماما ومش واخد باله أنه هنا بنهدم شيء خطير لأن الطفل بياخد الأمان والإطمئنان من التفاهم الأسري المشاجرات الأسرية من أكتر الحاجات اللي بتهدم البيت المسيحي وتربية الأولاد أكتر حاجات ضيعة الأمان عشان كده في حد قال أنه السقف أو الجملون العلوي نحي بابا ونحي ماما لو إحنا مش متحدين الأولاد هيتكشفوا كل العوامل التارية والعواصف والأمطار هتصيب الأولاد وإحنا قد نظن أننا بقى تمسك بحاجات عشان الصالح لا أهم من أي حاجة نعمل لأولاد يكون بيت في تفاهم أهم هدية نقدمها للأولاد بيت في هارموني أهم يعني تحضير الأولاد كويسين يعني إحنا ممكن نلاقي أولادنا بيخاف ونقول له يا ابني لازم تاخد بالك لازم ليكلمك تكلمه يضربك اضربه ونش هيقدر لأنه مفتقد الشعور بالأمان ما خدش الأمان اللي مفروض ياخده في البيت اللي يخليه يطلع شجاع ويطلع واسق من نفسه هكذا برضو الأولاد هيتأثروا بنفسيتي لو أنا عصبي متوتر أكيد أنا عصبي مع مراتي وعصبي مع أولادي أولادي هتطلعوا مهزوزين عصبيا بسبب عصبيتي لو أنا طلعت مثلا عندي عقدة من الشهوة أو من الأخطاء الجنسية هبقى حريص زيادة مع الأولاد أعمل لهم عقدة من لا شيء بسبب أني ما فيش شفاء في نفسيتي فأنا متأكد أن النفسية بتاعت الزوج والنفسية بتاعت الزوجة مش بس بتأثر في التفاهم بتأثر في تربية الأولاد وممكن نلاقي أولاد طلعين متوترين جدا لأن البيت بابا عصبي ماما عصبية وأنا بقول أنا بموت نفسي عشان الأولاد بس في حاجات مهمة جدا قبل الإمكانيات المادية أنا محتاج أحضرها موسيقى